ممنوعون من دخول عدن ومطرودون من داخلها هذا هو حال أبناء المحافظات الشمالية بعد أن قررت قوات الحزام الأمني التابعة الإمارات شن حملات تهجير قسري ضدهم وسط تفرج حكومي وتحركات الوزارة الداخلية لم تتجاوز مربع الإدانة وتصريحات لرئيس البرلمان بأن مثل هذه الأعمال تخدم ميليشيا الحوثي فرغم صدور التوجيهات الرئاسية بوقف حملات القمع والتهجير إلا أن قوات الحزام الأمني داهمت العديد من المطاعم والمحلات التجارية وطاردت الكثير من العمال في الشوارع مصادر محلية أكدت أن حملات القمع طالت ممتلكات أبناء المحافظات الشمالية وتم استخدام الرصاص الحي ضد العمال في الشوارع وأسواق المدن الرئيسية وتظهر الصور والفيديوهات تجميعهم في شاحنات نقل كبيرة وتعرضهم لشد أنواع الإهانات والألفاظ العنصرية وقد أثرت الاعتداء على العمال والمواطنين في عدن استياءا شعبيا كبيرا بين أوساط اليمنيين في الشمال والجنوب الذين اعتبروا تلك التصرفات بعيدة عن صورة عدن المدنية ولا تعبر عن نسيجها الاجتماعي المشهور بالتعايش كما أنها لا علاقة لها بالعاصمة المواقة لجميع اليمنيين قبائل يافع أدانت ما أسمتها بالأعمال العنصرية مؤكدة على أن المعركة هي مع القوى الإنقلابية والدول الإقليمية الداعمة لها وليست مع النازحين والعمال والبسطاء وفي الوقت الذي وصفت فيها شخصيات جنوبية بارزة أعمال التهجير بالأفعال العمياء اتهم ناشطون دولة الإمارات بمحاولة خلق صراع شمالي جنوبي بعدا للتغطية على مخطة التقارب الإماراتي الإيراني الذي لا يستهدف الشرعية فقط بل يهدف لتفتيت اليمن جنوبه وشماله